اشتركوا في القناة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتكويل المياني والتعليم العالي والبحث العلمي نستهيل هذه الحصة بنص قرائي نعم تتضمنه بعض الكلمات والجمل قصد الشكل وكذلك بعض الأسئلة المتعلقة بالفهم ثم نجيب عن بعض الأسئلة اللغوية المتعلقة بهذا النص إذن كالعادة نبدأ بقراءة النص قراءة متأنية صامتة تحترم علامة الترقيم وبعد ذلك نمر إلى باقي الأسئلة إذن على بركة الله نمر إلى قراءة الأسئلة السؤال الأول يقول أقرأ النص قراءة صامتة تحترم علامات الترقيم إذن كالعادة أنتم تقرؤون النص قراءة صامتة تحترم علامات الترقيم حتى يسهل عليكم فهم النص نعم واستعاب معانيه ومضامنه وبعد ذلك يسهل عليكم شكل الكلمات ثم الجملة إذن أقرأ النص قراءة صامتة تحترم علامات الترقيم السؤال الثاني أضبط بشكل تام الجملة والكلمات التي تحتها سطر في النص إذن بعد قراءة النص قراءة متأنية نعم نشكل الجملة ثم الكلمات التي تحتها سطر في النص السؤال الثالث بما تتميز مدينة الرباط وبما اشتهرت إذن خلال العنوان تلاحظون أن العنوان هو آثار الرباط العمرانية إذن النص هنا يتكلم أو يتناول مدينة الرباط ثم المعالم العمرانية التي توجد بها إذن بما تتميز مدينة الرباط وبما اشتهرت إذن هذا السؤال متعلق بفهم النص السؤال الرابع ما أهم ملامح جامعي حسان إذن نعم صومعة حسان أو جامع حسان يوجد بمدينة الرباط إذن ما أهم ملامح جامعي حسان السؤال الخامس أختار مدينة مغربية وأصف مآثرها ومميزاتها إذن بعد قراءتنا للنص نعم سوف نختار مدينة مغربية أخرى تتميز بالمآثر العمرانية والمآثر التاريخية أو الأنعصفة هذه المآثر سادسا أبدي رأي في العبارة الآتية زخارفها من مميزات الفن المغربي إذن سوف نبدي رأينا ونعطي تعليقا مناسبا على هذه العبارة السؤال السابع أستخرج من النص النواسخ الحرفية إذن هذا سؤال متعلق بالضواهر اللغوية السؤال الثامن أستخرج من النص الأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة وأصنفها في الجدول إذن للتذكير فقط إذن ماذا نقول بالنسبة للأفعال الصحيحة إذن الأفعال الصحيحة أو الفعل الصحيح هو الفعل الذي يخلو من حروف العلة نعم تكون حروفه الأصلية كلها حروف نعم خالية من حروف العلة وحروف العلة هي الواو والألف والألف المقصورة ثم الياء الأفعال المعتلة هي عكس الأفعال الصحيحة وهي الأفعال التي تتضمن حرفا أو أكثر من حروف العلة إذن هذا كل ما يتعلق بالأسئلة نعم أنتم أعزائي عزيزتي تنجزون التمارين وتنجزون هذه الأسئلة إنجازا متأنيا وإنجازا تاما نعم قبل أن تمروا إلى التصحيح إذن نمر إلى تصحيح هذه الأسئلة أولا أقرأ النص قراءة صامتة تحترم علامة ترقيم إذن أنتم أعزائي عزيزتي بعدما تقرؤون النص وتجيبون عن الأسئلة نعم تمرون إلى مقارنتها بما أقدم لكم من تصحيح أعيد لا تمروا إلى التصحيح حتى تنجزوا هذه التمارين نعم هناك من يتصل بي نعم ويقترح أن أعطي الأسئلة أو أقرأ الأسئلة وأقدمها في حصة وبعد ذلك في حصة الموالية نقوم بإعطاء التصحيح نعم لا دعي للطلاع على التصحيح قبل أن تنجزوا هذه التمارين ويكفي أن تلتزموا بما أقدمه لكم من نصائح وتوجيهات نعم حتى تتمكنوا من فهم ما أقدمه لكم فهموا الدروس التي أنجزناها خلال هذه السنة إذن أقرأ النص قراءة صامتة تحترم علامات الترقيم إذن أنتم تقرؤون النص قراءة جهرية أو صامتة نعم ولكن تحترم علامات الترقيم سوف أقرأ النص النص بعنوان آثار الرباط العمرانية توصف مدينة الرباط بأنها مدينة سياحية اشتهرت بآثارها الإسلامية الخالدة ففيها جامع حسان بصومعته الشامخة التي يبلغ ارتفاعها خمسة وأربعين ومئة قدم في وسطها سلم يرقى إلى أعلاها إن بناءها من الحجر المنحوت وزخارفها من مميزات الفن المغربي وقد أظهرت الحفريات أن شكل هذا الجامع مستطيل عرضه تسعة وعشرون ومئة متر وطوله ثمانية وثمانون ومئة متر وفيه ستة عشر بابا مزودة بدعامات بارزة في حرمه أعمدة أسطوانية ليتني أزور مدينة الرباط يوما إذن هناك بعض الكلمات نعم سوف أقوم بشرحها في النص نعم من قبيل الشامخة نعم الشامخة تعني العالية والمرتفعة دعامات نعم الدعامات وهي الأساسات نعم الأساسات التي نعم يبنى عليها البناء حرمه أي واسطه أو في فنائه السؤال الثاني أضبط بالشكل التام الجملة والكلمات التي تحتها سطر في النص لدينا الجملة توصف مدينة الرباط بأنها مدينة سياحية اشتهرت بمآثرها الإسلامية الخالدة ثم لدينا كلمة حسانة ثم بناءها ثم الحفريات ثالثا بما تتميز مدينة الرباط وبما اشتهرت إذن هذا السؤال نجيب عنه مناء النص ثم نقول تتميز مدينة الرباط بكونها من المدن السياحية العتيقة وتشهر بمعالمها ومآثرها التاريخية الإسلامية الخالدة كجامع حسان الذي يشتهر بصومعته الشامخة الذي يبلغ علوها مئة وخمسة وأربعين قدم وزخارفها الفنية الرائعة إذن هذا نعم سؤال يتعلق بالفهم السؤال الرابع ما أهم ملامح جامع حسان هذا السؤال نجيب عنه طلاقا من الفقرة الثانية من ملامح جامع حسان أنه مستقيل الشكل طوله مئة وثمانية وثمانون مترا وعرضه مئة وتسعة وعشرون مترا وفيه ستة عشر بابا مزودة بدعامات بارزة وفي حرمه أعمدة أسطوانية إذن نمر الآن إلى السؤال الخامس أختار مدينة مغربية وأصف مآثرها ومميزاتها انتبهوا هنا في هذا السؤال أنتم تختارون نعم مدينة مغربية هنا مدينة فاس وأنتم قد تختارون مدينة مثلا مكناس أو الضار البيضاء أو مراكش أو طنجة إذن تختارون مدن نعم من المدن العتيقة التي تحتوي على مآثر تاريخية أنا اخترت هنا مدينة فاس إذن تتميز مدينة فاس بتنوع وتعدد مآثرها التاريخية كالمدرسة البعنانية وجامع القرويين إذن وجامع القرويين نعم جامع القرويين الذي يعتبر من أقدم الجامعات في العالم إذن جامع القرويين هو يعتبر من أقدم جامعات في العالم يشتهر بصومعته الجميلة والقباب الجبسية نعم القباب مصنوعة من الجبس والأقواس الكبيرة والنقوش القرآنية والأدعية إضافة إلى منبره الرائع نعم السؤال السادس أبدي رأيه في العبارة الآتية زخارفها من مميزات الفن المغربي إذن الزخارف هنا سوف نعلق عن الزخارف التي تعتبر من مميزات الفن المغربي إذن من مميزات الفن المغربي أنه غني بأنواع الزخرفة والفسيفساء المستمدة من الحضارة الإسلامية المشرقية والأندلسية إذن النقش أو الزخرفة والفسيفساء الفسيفساء كذلك هي نوع من الزخرفة على الجبس وعلى الخشب إلى آخره إذن هذه المميزات رفة والفسيفساء هي من مميزات الفن المغربي وهي مستمدة من الحضارة الإسلامية المشرقية والأندلسية وهي حاضرة في العمارة المغربية منذ القدم لا زال المغاربة متشبثين فن المغربي الذي يتميز بالنقوش والزخرفة والفسيفساء المستمدة من المشرق وكذلك مستمدة من الحضارة الأندلسية وهي حاضرة في العمارة المغربي إلى يومنا هذا سابعا أستخرج من النص النواسخ الحرفية إذن النص يتضمن نواسخ حرفية هي أن ثم إن ثم ليت أم السؤال الثامن أستخرج من النص الأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة وأصنفها في الجذول إذن هنا في الجذول لدي الأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة الأفعال الصحيحة هي ثلاثة أنواع والأفعال المعتلة كذلك في هذا الجذول هي ثلاثة أنواع لدينا السالم المهموز المضعف بالنسبة للأفعال الصحيحة المثال والأجوف والناقص بالنسبة للأفعال المعتلة بالنسبة للسالم لدينا الفعل بلغة المهموز لدينا أظهر وبالنسبة للفعل المضعف لا يوجد في النص أي فعل مضعف بالنسبة للأفعال المعتلة لدينا الفعل المثال وصافة ثم الأجوف زارة ثم الناقص راقة نعم أنا هنا أعزائي عزيزتي وقد أرجعت هذه الأفعال إلى زمن الماضي حتى نتأكد ونصنفها هل هي أفعال صحيحة أم معتلة إذن أعزائي عزيزتي هذا كل ما يتعلق بهذه الإحصى أضرب لكم موعدا في حصة مقبلة بحول الله إلى ذلك من حين دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر